ابنائي وبناتي طلبة وطالبات احنا اتفاقنا لقول مصر بس برضو هنخص من ابناء مصر وابناء الصف الثاني الاعدادي. ابناء الصف الثاني الاعدادي يعني معانا استاذ علاء. استاذ علاء. مرحب. الله يا رحب. الجو برا عاملي فيه هوا وفيه انا سمعت ان فيه مطر ولا لا? الجو جميل جدا ان شاء الله وحلقة تبقى جميلة بازن الله تعالى. ان شاء الله. اه طب احنا مجهزين اوي بالوقتي للصف الثاني الاعدادي برضو ومعانا كل الطلبة. عشان دروس مهمة او مشتركة في حتة او اللي احنا بنعلم في النحو تحديدا. بنلاقي الدنيا دخل على بعضها وكلها خطوط موصلة على بعضها. طبعا. فاحنا عوضين ولادنا فعلا في المرحلة او الصف الثاني الاعدادي اللي معايا يكمل الصف الثالث احنا مكملين معا الصف الثالث واللي قبل كده كمان يكون مكمل معانا المعرب والمبني من الافعاد. زي حزك طبعا ما قلت النحو يعني هو ما بينقتاش عن سنة معينة. نحو مادة او فرع ممتد معانا. تمام. لحد ما الطالب بينتهي من اه مرحلة التعليم قبل الجامعي. ولو ربنا كرم ودخل في كلها في التخصص بيمتد معا الايه? ممتد معا. سؤال كان في في صف الثالث الاعدادي في سنة. مم. عمل ازمة مع ناس. فلما جهل المستشار بقى وبيتكلم عليها قال فعلا العبارة دي قال النحو تراكمي. نعم. يعني انت ما بتفرضه ليش في سنة. لأ. يعني انا دلوقتي بقول لك ايه دي وهي كانت موجودة عندك. ده كان بتاع السنة اللي فاتت. لا مش حالس ما السنة اللي فات. في حاجة اسمها انت درستها. يعني معناها هي معاك. وهتفضل معاك لغاية ما تخش سنة عام. الطالب القاعدة انت درستها ويعرفتها بتبقى ملزم او ملتزم. آآ بتلك القاعدة. ده بنشوفه طبعا في الاعرابات وخاصة في الصف الثالث الاعدادي. زي ما هنشوف يعني بتيجي اعرابات ممكن اعراب لا يتوقع الطالب ان ييجي. لانه درسه في سنة يعني سابقة جدا. مفعول مطلق مسلا مفعول لاجله. تلقي موجود معاي يقولك انا ما درستوش. لا انت درسته وعرفه. فالتالي انت بتبقى مطالب ايه? مطالب ان انت تجاوب عليه. تمام او. النهاردة ان شاء الله يعني احنا هنكمل اه في الحلقات السابقة طم شرح اه درس الاعراب والبناء. اه وتم الانتهاء من الاسم المبني والاسم الايه? والاسم المعرفة. تمام. فان شاء الله النهاردة هنكمل الدرس ده طبعا هو له جزئين هنتكلم نهاردة عن الافعال المعربة والافعال المبنية. بس احب الاول اوضح او انابه طلاب الحجم هم جدا. اه كتير من الطلاب ما بيقدرش يفرق ما بين الاسم والفعل. يعني يجي يحل القطع فممكن يطلع اه فعل على انه ايه? اسم يعني حتى في الاسئلة. اه. يعني اقول له استخرج مسلا فعل مبني يخش هو على اسم مبني ويدخل عليه وخلاص على كده. اه. وما يقدرش يميز ان ده هو الايه? انه ده هو الفعل. فده هنحتاج من احنا ان نوضح يعني حاجة بسيطة جدا يميز بها بين الاسم والايه? والفعل هي حاجة علامات الايه? علامات الاسم. ان الاسم ينفع يدخل عليه الف وايه? الف ولام. اه. وينفع يدخل عليه التقل المربوطة اللي هي التقنيس. كمان يدفع ينفع يدخل يدخل عليه حرف الايه? حرف الجر. فانا مسلا لو كتبت قلت كده الفعل ايه? يذهب. كلمة يذهب. مش هقولي طيب عايز افرع ما بين الايه؟ ما بين الكلمتين. وابين اين الفعل وانهي الايه؟ ان الاسم. اه. هدخل الالف و اللام على الكلمة. ينفع حسين السعيد. لا. ينفع عن ال يذهب. خلاص هي Apacheيا كلمة كثرت. ما بقتش موجودة. ومالهاش دعت منها المعنى. ومالهاش معنى. يبقى بالتالي دي عمرها ما تبقى اسم. لان الالف و اللام ده من علامات الايه؟ من علامات الاسم. يبقى بالتالي كلمة ايهزهب تبقى ايه؟ هاتبقى فعل. حاجة بسيطة خالص. طب كلمة التانية يبقى دخل عليها الف ولم كده. تبقى لايه? الزهب. الذهب اللي هو المعدن النفيس. صح كده? اه. يبقى ينفع ولها معنى. يبقى بالتالي هي دي الايه? هي دي تبقى تيجي اقربها لولادنا شوية على اه في حتة واحدة. انا عاوزها زهب وزهب. اه. انا عاوزها زهب. اه. 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 بس يدي نحطها في جملة. وزهب ايه تمام? تمام. اه. هنقول مسلا زهب الطالب الى المدرسة. ماشي? تمام. ذهب المرأة نفيس مسلا او غير. جميل. تمام كده? تمام. طيب. انا الجملة الاولانية هحط اللي احنا قلنا عليه. نجرب الالف واللا. نجرب الالف والاي? واللان. قال ايه? الزهب. ينفع اول الزهب الطالب الى المدرسة. بس في البداية اوز عليها انا لازم قراءتي للجملتين الاول. اه. تمام. يعني انا القراءة دلوقتي بقول ايه بقى? انا هنا زهبا. تمام. وانا بنطقها. فنطقت وخلاص. زهب التلميذ الى المدرسة ما عنديش مشكلة. تمام. وزهب المرأة. وانا نطقت الاتنين. قلت هنا زهب. وقلت هنا زهب. وبعد كده طبق القاعدة. وخش بقى بورقة اللي بقوله عبادة الشمس اللي انت هتخش بيها هي حمرة ولا زرة. تمام. بس في الوقت اللي هو ايه? بعد ما تقرأ قراءة صحيح. اكيد. تمام. القراءة الصحيح عليها عامل كبير جدا في ايه فهم القطعة. يعني ما نفعش احل قطعة نحو الا ما اقرأ القطعة قراءة سليمة. تماما. القراءة زي ما حدك قلت دلوقتي هي اللي هتوضح لي ازا كانت مسلا دي اسمه ولا ده ايه? ولا ده فعل. طبعا انا لو حطيت الف لام هنا مش هينفع. الزهب دي خلصت. شكرا. هنا قال ذهب. ابلت وبقت زي الفن. ابلت وبس طبعا مش هاكمل الجملة قال ذهب قال مرة ايه? لا ما يا خلاص اتسرت في حتة تانية. لكن الكلمة نفسها بقت كلمة صحيح. تمام. يبقى ديت فعل وديت ايه? وديت اسم. تمام. يا علامة بسيطة الطالب يقدر يفرق فيها بين الفعل والايه? والاسم وتكون ما تخلينا بقى عشان نعرف ايه هي الافعال المعربة وايه هي الافعال المبنية. طيب اه يمكن احنا عرفناها قبل كده كلمة معرب وكلمة م没 اه. معرب يعاني ايه وم بني يعاني ايه. احنا قلناها في الاسماء نقولها برضو في الافعال اه الفعل المعرب اللي هو بيعني بتتغير اه علامة الاعراض بتاعته حسب موقعه في ايه? في الجملة او الاسم المعرب برضو. اه. حسب موقعه في الجملة. يعني مثلا كلمة محمد ام اقول محمد رسول الله. تمام? هنا اقلت ايه محمد بالتنوين مرفوعة مرة مرفوع تمام؟ طيب لو قلت ان محمدا رسول الله. تمام. هنا جبتها ايه مرة ايه? منصوبة. اه. لانها اسم انا. طيب. اتبعته تعاليمة محمد رسول الله. تمام? هنا جبتها مضاف ايه? مضاف ايه? هلاحظ ان كلمة محمد اتكررت في التلات جملة اساسية. تمام. مرة جت مرفوعة لانها مبتدأ. اه. مرة جت منصوبة لانها اسم انا. مرة جت مجرورة لانها مضاف ايه? مضاف ايه? فعلامة الاعراب ونطقي لنهاية الكلمة اختلف. من جملة الايه? لجملة حسب تغير موقع الكلمة في الجملة. يبقى دي اللي بنسميها ايه? المعرب. يبقى المعرب التغير اللي حصل ده. الاشكال. اه. اللي خدتها. اخر يعني دايما اخر الكلمة. احنا دايما بنحكم سواء فعل او اسم. اخر الكلمة. اخر الكلمة كحرف عرف يشيل علامات. تمام. عرف يشيل ضم. عرف يشيل كسر او جر. عرف يشيل فتح او النصب. فعرف يشيل العلامة. فعشان كده قلنا عليه معرب. معرب. تمام. اما المبني بقى فده ثابت. يعني العلامة البناء بتاعته ثابتة مهما تغير شكله وموقعه فين في الجملة. هناخد مسلا مثال الاسم المبني زي اسم الاشارة. اه. اللي هو هذا مسلا. هقول هذا طالب مكتهد. في بداية الجملة. قلت ايه? هذا. اه. تمام? طيب. قلت ان هذا طالب المكتهد. بالنسبالي ما فرقتش خلص. هي هذا هذا. هنا وهنا. اه. طيب نجيب بقى الجر اللي بيوضح علامة الاعراب اكتر بقى. اما اقول مررت بهذا الطالب. كان مفوضة كسر. صح? ما كسرتش. يعني قلت في جملة اونية هذا. بعناها مرفوعة. وفي الجملة التانية معناها في محل نصب قلت هذا. وفي الجملة التالتة قلت برضو ايه? قلت هذا. يبقى ان العلامة سابتة في التلات الجمل برغم من تحول او تغير موقع الكلمة في كل ايه? جملة. يبقى ده بيسميه البناء. تمام? يقبل البناء عامل زي ايه? هنقولها بس الولادنا القربها كده كفكرة. انا عندي المبنى المبنى واحد. يعني انا عندي دلوقتي الشقة بتاعتنا. الشقة بتاعتنا دي لو جيت اصنفها جوة. ماليش دعوة باللجوة بقى. اللجوة هيبقى لها شكل. لكن الشكل اللي برا الخارج بتاعها سابت ما بيتغيرش. السبات ده هو البناء. تمام. انه ما بيتغيرش حركات ما بيتغيرش فيها. سبتت بقت بناء اتحركت وتغيرت بقت اعراب او معرب. اعراب او معرب. تمام. تمام. دي فكرة الاعراب والايه? والبناء. زيها زي اه الاسماء معانا مين? معانا الايه? الافعال. الافعال. بس يا صاح سعيد الافعال عندنا تلات انواع. مم. لازم الطالب برضو. زي ما يفرق ما بين الاسم والفعل. لازم يفرق ما بين انواع الايه? انواع الافعال. يقبق مدرك. اه. الفعل ده ايه? اه. سواء كان مضارع او ماضي او امر على حسب اللي موجود. على حسب الموجود. لو القطعة جهزة مع حضرتك. جهزة. دلوقتي هنقرأ مسلا القطعة موجودة تظهر على الشاشة. وهنوضح لطلابنا مسلا الفرق من الفعل الماضي والمضارع والايه? والامر. انا عاوز بس يعني دي ملحوظة ليك يا صاحب سعلا ايه? احلم تلاقي. تمام. يعني دايما لما لما تتخيل انت نفسك مسلا انت هتحلم دلوقتي انك عارس تشوف مات شكورة مسلا. اكيد. هجيب لك مات شكورة. فما ما تقولش لا. قطعة موجودة. انت عاوز قطعة. اه. 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 اهي قطعة. قال المعلم. اه طبعا هنسيبك بقى التشكيل والتنوع بقى في التشكيل بتاعتنا. اه. عشان نقولها لولادنا في الافعال والاسماء نفرق ما بينهم جوه القطعة اللي موجودة. تمام. طيب قطعتك معاك يا صاحب سعلا وولادك معاك. يا ابناء ايه? قد واجبكم معاك بقى القطعة. قول انت ساكت ليه? اتفضل. اه. نحو بلاديكم ولا تضيع الوقت. حتى تضعوا بلاديكم في المقدمة كما فعلة. طبعا اجدادكم من قبل. فوالله لتتقدمنا البلاد بسعيكم وجدكم. وانتم يا فتيات مصر. يجب ان ترفعنا شأن. طبعا انا عاوز استاذ علاء بقى دلوقتي لولادنا تحديدا. مم. اسم فعل مبني معرض. تمام. حلو كده? تمام. طيب. انا انا بقى انا طالب على فكرة وطالب مش قوي في النحو. مم. فهبدأ اختبر اللي انت بتقولت لي عليه قبل كده. بالنسبة لي انا عاوز استخرج دلوقتي احنا دخلنا في الافعال. تمام. فانت بتكلمني على افعال. انت قلت لي فيه اختبار للافعال ان انا حط الالف واللم على كله. اه. انا هبدأ باول كلمة قالة. 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 ما تنفعش. يبقى دي فعل. فعل. تصنفها بقى يا سيد اعلاق. الفعل انا فعل ماضي. تمام. تمام. وقعدة يعرفها كل طلابنا ان الماضي دائما مبني. يقبأ. اكل شيء بقى. اه. فعل ماضي يقبأ مبني. مبني. يقبأ خلاص. ده يعني استخرج فعل مبني. لقيت فعل ماضي طلعه يقول انا خلاص. ده هو المدني. خدمني في القطع لما اجاب لي فعل ماضي انا بقى من غير اي حرج بطلع الفعل يقول عليه ايه? عليه مبني. جميل قوي. بس علامة بناءه بقى هنا بقى ممكن يكون ايه التركيش شوية. انا اقول لك حد من ابناء انا كده برضو يعني. اه. قال لي في الافعال الماضية وطبعا هو اخذها على سابق يعني. يقول لك فعل ماضي مبني على الفتح. اه. هو حافظ. عايش دور كلمة مبني على الفتح دي من غير ما يتكلم. هو حافظها كده. اه اه يعني هي كده وخلاص. اه. هل في بناء اخر? اكيد طبعا. الفعل ما احنا بقى خلاص كبرنا يا سوى السعيد. انا عاود اولادنا. انا بقول لمرحلة بقى علينا عالسلم شوية. انا الفعل لم يتصل بيه اي شيء يبقى مبني على الفتح. يبقى قاعدة بتاعتهم. اه. اللي هو ابننا حافظها. ليه مبني على الفتح. بدون دخول اي اي لواخل. اه. اه. طيب. معلش. لو قلنا هو مفيش فيه اي ضمير. طيب ممكن ادخل ضمير كده عليه. اه. هقول ايه? قال لا. لو الف الاسنين. اه. الف الايه? الاسنين. في الحالة دي ايضا بيكون الفعل مبني على الايه? على الفتح. اه. طيب. انا يا مصدر انا مش عارف الف. مش عارف الاسنين ولا الضمائر دي. هقولك انت الفعل. وانت بتتكلم. اه. في حالة النطق نفسها. اه. انت انت هطلع الايه? هطلع العلامة البناء من نفسك. انا قلت يا سيد سعيد. اه. لا. اللام هنا اللي ايه? اخر ايه? اخر حرف من الفعل. نطقتها مالها? مفتوح. يبقى مبني على الفتح. مش محتاجة يعني اه قاعدة ولا حاجة. انت نطقك الطبيعي للكلمة هيوضح لك علامة الايه? علامة. يبقى النطق الصحيح. اه. يطلع بالنسبة للاعراب الصح. صح. تمام. وعلامة البناء الصحيح. تمام. تمام كده? طيب. لو قال لي بقى اتصل بالفعل الماضي واو الجامعة. هقول ايه? قالوا. لوا. شان سعيد انا قلت بقى هو. مم. نطقنا الكلمة طلعنا علامة البناء. اه. يبقى كنت الله يعرفنا ان قالوا ده يبقى مبني على ايه? ضمين اه هو. اه. ده الشفايف قفلت لوحدها. اه. تمام. يبقى هنا مبني على الايه? عالضم. وهو بواو الايه? بواو الجامعة. تمام? اه مش 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 بس لما يتصل باو ولما تنطقها كده. اه. 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 مش انت لسه بتزبط معنا كلمة النق. اه. انت نطقها هناك مفتوحة ففتحك. فما مبني على الفتح. تمام. هنا وانت بتنطق قلت ايه? ضمين. شفايفك ضمت يبقى مبني على الضم. مبني على ايه? على الضم. تمام. في حالة تالتة بقى انه بيتبني على السكون. يوقف بقى خالص. اه. وده لما يتصل بتاء الفاعل او نال ايه? نال الفاعلين او نون النسوة. طب نكتب تلت كلمات نفس الفعل برضو اصلا سعيد. بقى تاء الفاعل. اه هنقول بقى ايه? قلتو. عشان الفاعل دي هو يعني اه خاصية عشان هو طبعا معرب. طيب قلنا قلنا. هلاحز ان الفعل اتصل بيه تلت دمار. اه. تاء الفاعل نال فاعلين نون الايه? نون النسوة. طيب اخر حرف في الفعل اللي هو اللام احنا متفقين. صح كده? تاني بس عشان اولادنا. اه. اخر حرف مش 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 الضمير اللي اتصل. لا. يعني تاء الفاعل نون النسوة نال فاعلين دي اضيفت عليه. اه. شكلها هنا لان اولادنا هيجي يقول لي ايه بقى قلتو قال له ما يضمت اهيه? مين اللي ضم? اه. مش اللي هنا اللي ضم. اللام زي ما هي واقفة. تمام. ما اتحركتش. اه. تمام. انا قلت ايه? قل. ايوة? وقف طيب سكن طيب. يبقى سكون. قل نال. برضو السكون علام. اه. قل برضو نفس الكلام السكون على ايه علام. تمام. يبقى ده مبني على الايه? على السكون. يبقى الحسابات هو الحرف الاخير مهما كانت الاضافات. تمام. حرفك الاخير اتحرك بالضم بقى مبني على الضم. اتحرك للفتح بقى مبني على الفتح وقف وما تحركش خالص بقى مبنى على السكون. على السكون. ده بالنسبة للفعل ليه? للفعل الماضي. تمام? طيب كمان عندنا الفعل التاني. اه. اللي هو الايه? احنا هنسيب بقى المباراة ده على جنب عشان ايه? ده قصة كبيرة. اه. اه. الفعل التاني اللي من افعال المبنية دائما ايضا هو الفعل الامر. اه. الفعل ايه? الامر. الامر ايضا اه زي مسلا اه اخدم اسمع افهم طلب. تمام? اه. طيب. الامر ده ايضا اه قالك شميعنا انا يعني والماضي هيبقى حسن مني له كزا علامة بناء وانا برضو ليا كزا علامة ايه? كزا علامة بناء. طيب. علامة بناء الامر. في قاعدة كده لطلابنا يعرفوها ان الامر يبنى على ما يجزم به مدارعه. يعني اشوف المدارع بتاع الفعل الامر اللي هيجيه لي. كان بيتجزم بايه? وهي ده علامة بناء ايه? الامر. محتاجة مساول طبع. اه طبعا طيب. بس انا عاوز اقول لي ولادنا تاني. ولادنا برضو في حتة الامر دي ما انا بتكلمك على الشائع. اه. ولادنا في الماضي يقول لك مبني على الفتح. في الامر يقول لك مبني على السكون. على السكون اه. بقواعد اه شغال بيها. فانا عاوز دايما القاعدة نشغالها ماشي. الفتحة ويعرفنا فتحه امتى? السكون برضو هنقولها امتى? الشاز منها بقى اللي بيطلع مني من الفكرة. بيخرج من عباية السكون. انا عندي كمة مبني? عالسكون. في الامر. نعم. اللي بيخرج من عبيتها فيه? عشان ندخلها في حتة ايه بقى? على جزم الفعل الايه? المضارع? العلامة بقى اللي بتظهر معي. تمام. هناخد برضو فعل واحد ونشتغل عليه. الفعل اخدم. ده فعل ايه? امر. تمام كده? اه. طيب. وبعد كده الفعل اخديمة. ماشي? وبعد كده الفعل مسلا اخديمه. والفعل اخديمي. خلينا في الفعل ده الاول. اه. طيب الفعل ايه? اخدم ده. ده مبني على السكون. هي السكتة بتقول كده. اه. الوقفة نفسها من غير ما نشوف ما ندخل في حتة تانية. اه. وقفت معنا. وقفت معنا. اه. انا عايز اعرف مبني على السكون اللي ايه? ايوها. هات الفعل في جملة مضارع. اقول لم يخدم. اه نرجعه الفعل مضارع. اه. الخائن مسلا. وطنهم. تمام. ماشي كده? عندي الفعل يخدم. لم الاول اللي هي اداة الجزم اللي عندي. اداة جزم. ويخدم طبعا ولادنا واخدينا كده في المراحل السابقة. اه. ويخدم فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون. السكون. تمام. فعل صحيح الاخر. اه. ما فيش فيه حرف علة. وما فيش فيه او هو مش من الافعال الايه? الخمسة. تمام. تمام? يبقى ده مبني على يبقى ده مجزوم بالسكون. يبقى لما اجيب الامر منه يبقى مبني على الايه? على السكون. على السكون. تمام كده? بسيطة شوية او اتسهلت لولادنا. اه. يبقى انا انا رجعت الفعل للمضارع. وابدأ ادخل عليه اداة جزم. واشوف بعد ما اتجزم جزمه كان بايه? نعم. الجزم اللي تواجد معاه مع الفعل المضارع وشغل اداة الجزم بتاعته هو اللي يشغل اللي هو ده هو بناء الفعل الايه? الامر. الامر. تمام كده? طيب عندي الفعل اخدمة. هو اصلا وسهل سعيد يخدماني. ربا رجع بقى دخلنا في حتة تانية. ايوه اشتغلنا شغلانة تانية. اه المضارع اللي بيتصل بيه الف الاسنين. وهو الجماعة وياه ليه? وياه المخاطب. تمام. تمام كده? طيب يا اخدماني ده. لو انا جبته في جزم بقى. اهو. اما اقول الخائنان مثلا. ايوه. لم. حلو. هقول يا اخدمان. ابدا. ها. لم يخدمة الوطن. اه. ولادنا بقى بتقسن اقول ابتدائي عارفين ان الفعل المضارع بيجزب بحسف حرف النون. اللي هو من افعال الخمسة. اللي هو من افعال اللي ايه الخمسة. تمام. يبقى مجزون بحسف حرف النون في المضارع. اه. يبقى في الامر مبني على برضو حزف الايه? النون. النون. يبقى النون اشتغلت في الجزم الفعل المضارع. اه. انتروح انا جعالي كمان تقول لي في الامر. انا اشتغلك في نفسك حكاية في بناء الامر. بناء الايه الامر. تمام. نفس الكلام معي في الفعل اخدمه. والفعل ايه اخدمي. هلاقي برضو اصله يخدمونا. نفس القاعدة اللي هي حزف النون. نعم. اه. اه تخدمينا. تمام? ده الفياء الايه? الفياء المخاطب. هحط اداة الجزم. لم? هنحزف مين? النون. يبقى في نفس الامر هنا في الامر يبقى مبني على حزف الايه? مبني على حزف النون. يبقى انا عندي بناء بالسكون. علامة البناء هنا هي السكون. اه. وعالمة البناء الاخرى اللي احنا قلنا عشان ما 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 نعملهاش قاعدة موحدة. ولكن هي بانت انها قاعدة. اللي هي حزف الايه? النون. حزف النون. السكون لو الفعل اخر صحيح. يعني فيش فيه حرف من الايه العلة. حرف العلة لله والغو والايه. اه. واليه. اه حزف النون ازا كان الفعل اصلا من الافعال الخمسة تصل بنيه الف الاثنين او وقل والجماعة او يالا المخاطب. طب عندنا علامة كمان عندنا كمان ايه? كمان علامة هي حذف حرف العلة. يعني اللي الفعلا ايه يسعى. الفعل المعتل. تعرفنا للفعل المعتل لكلمة معتل يعني مريض والمريض دائما محتاج لعلاج مريض حروف العلة تقبى موجودة في آخر الفعل الحروف العلة تحديدا برضو ما بتعرفش تشيل علامة هي نفسها كحرف بيشيلها كده يقدرها يقول قدرها لكن في الشيل ما بيعرفش فحروف العلة دي في حالة بقى زي ما بنتكلم عنها الفعل الأمر حروف العلة بتشتغل شغلنا تانية ايه شغلتها بقى بتشتغل في البناء في بنائي يعني انا دلوقتي لما اجي اقول حضرتك اقولها بس بشوفها كتير قوي كده اجي يقول لي اسعة انا بكتبها انا شخصيا بكتبها خطأ عن طريق الخطأ اكتب اسعة وروح عامل الالف سين عين والالف بتاعت اللي هي الايه بتكتبها كده اسعة انا شخصيا بكتبها كده اه ده طبعا ايه خطأ انا لو حطيت الفعل ده في قبله اداة جزم هاي بقى ايه لم ايوة يسعة حزفت مين حزفت اللي هي الاخيرة ده حرف العلة انت حضرتك قلت دلوقتي ان حرف العلة ده مرض تا حقيقي في علامات الاعراب بتاعتنا معاه لازم بيتم بتره بنشيله تمام وكذلك في علامة البناء برضو من ايه بنشيله فانا هنا حزفت حرف العلة مع مين مع المضارع فلو هاجيب الامر الامر من الفعل يسعة هتبقى ايه جميل اوه بس اليا هنا اصلها الف اساز علاء مش كده يعني حرف العلة هنا اه الف لينة الف الف مش مش يا الف لينة اه لازم يرتاح اه ونكمل فعلنا زي ما هو عشان كده بناء الفعل الامر المعتل هو حزف حرف العلة اه حزف حرف الايه العلة تمام طيب احنا كده اخدنا ثلاث علامات لبناء مين لبناء الامر الامر السكون لو كان الفعل الصحيح الاخر حزف النون لو كان اصله من الافعال الخمسة الافعال الخمسة وحزف حرف العلة اذا كان معتل الايه الاخر بس الامر قال انا عايز اتفوق شوية على الفعل الماضي فقال لك انا ليه علامة كمان يعني انا عندي تلاتة وفي رابعة في رابعة ليه علامة الفتح مبني على الايه على الفتح امتى بقى يشترك مع الماضي في علامة بناء اه ليه علامة الايه الفتح امتى يبنى الماضي على الفتح لو اتصل بي نون التوكيد لو انا عاوش بقى اأمر واحد بأمر وااكد انه لازم ينفذ هذا الايه لازم تعمل ده اقول له ايه اكتبنا درسك بخط جميل اسمعنا كلامة معلمة لو هلاحظ اتصل سعيد مع الفعل اكتبنا هلاقي اخر نون الايه التوكيد والفعل اسمعنا اخر نون الايه التوكيد هنرجع اللي احنا قلناه بقى من شوية النطق بتاع الكلمة اه انا قلت ايه بس هنا ممكن تبديها سيبني سيبني افطفض اه واقول لك على اللي انا ممكن اعمله انا ممكن اقولها اكتبنا اكتبنا اه على اساس ان يدينا النسوة ايه وهشتغل على كده وهعيش حياتي على ده وبالتالي دخلت في حتة تانية خالص ودنيا تانية خالص يقبأ هنا تشكيل اللي هيفرق معايا اه وفهمي للجملة انا نون النسوة بذكرها ليه بتحدث عن مؤنس اه وغالبا المؤنس بيبقى جمع تمام كده فانا اقول ايه لو هكلم اه النون النسوة هقول ايه اكتبنا دروسة كنا بخط جميل اه معنى الجملة تغير تماما تماما في الحالة دي اتهو بيخاطب مين اه فئة النساء النساء اه اعرف على طول وانا بغمض النون دينون النسوة دينون نسوة لانه بيخاطب ايه بيخاطب لاني بقول لولادنا تاني في الامتحان القطع ما بتجيش مشكلة لا يعني انت نطقك زي ما لسه الاستاذ علاء بيقول لك فهمك للجملة يخليك تنطق الفعل صح ما تعتمدش تقول لي تمام هو التشكيل اكتبانا غيرهم اكتبانا يبا هبدأ الهمزة اللي موجودة عندي في ضمة هو مش هيجيب لك ده يبا انت لازم جملتك تقبع عارف انك بتقرأها ازاي وجملتك فيها ايه عشان تقرأها صح عشان توصل للنتيجة الصح اكيد يبا احنا هنا النون دينون توقيت يبقى الفعل الامر هنا مبني على ايه مبني على الفتح يبقى كده اربع علامات لبناء الامر وخدنا طبعا علامات بناء الفعل الفعل الماضي تبسألني اسمعهم تفضر عشان ولادنا لما يقولوا فعل امر احنا عندي اربع حالة انت قلت لي كده اربع حالات الحالة الاولى الفعل السليم الصحيح العالم الجاهز اوي كده اسمه مبني على السكون تمام الحالة التانية لما يكون فعل من الافعال الخمسة مضارعه من الافعال الخمسة المضارع بتاعه يبيني حاجة اسمها حسف النون هو البناء بتاعه تمام الحالة التالتة اللي انت قلتها الاخيرة هبدأ بيها اللي هي الفتح والفتح ده في حالة التوكيد لما يكون فيه نون التوكيد في حالة رابعة بقى انت قلتها في النص اللي هي حالة العلة المرض لما يكون في اخره حرف علة احزف حرف العلة يبقى هي دي علامة الايه البناء علامة البناء وحزف حرف الايه العلة انا مذاكر كده يا زعل اخلص على فكرة خد بالك خدها مؤشر ليك انت كده انا في النحو ضعيف شوال مدام تفهمت منك يبقى ولادنا فهمه ان شاء الله طبعا ولادنا احنا قلنا دلوقتي ايب انا عندي فعل مدارع خلاص خلصنا منه عندي فعل امر وانتهينا منه بضربة حالات فاضل ايه يا فصل علاء الفعل اللي هيجمع بينهم بقى الاتنين هيلم الشامل بقى عندي فعل مدارع الفعل المدارع قال لك بقى انا يعني مش هنفرد بحلل واحدة انا طب معا شوي هاجي مرة مبني وهاجي مرة ايه معرب مرة مبني ومرة ايه معرب هناخد الاول علامة اعراب المدارع احنا كلنا متعودين ان المدارع زي ما اخدنا قبل كده في السنين اللي فاتت ان المدارع بيجي مرفوع وبيجي منصوب وبيجي ايه مجزوم صح كده؟ مرفوع اذا لم يسبقه نصب ولا جازم ده الحالة الطبيعية بتاعتنا اه مجزوم اذا سبق بادات ايه؟ جازم منصوب اذا سبق بادات ايه؟ برضو اداة نصب حالة الرافع والنصب والجازم دي بسمها علامات اعراب او حالات اعراب يبقى المدارع هنا ايه؟ معرب اه المسمى نفسه اه هذا ما يعرب به المدارع تمام اتنصب اتنصب انضم او اترفع اترفع اتجزم اتجزم يبقى دي حالات الاعراب البناء بقى البناء بقى يبنى المدارع في حالتين اتنين يبنى في حالتين طب انا ليه يا حاجة يا زلال تفضل اه يعني احنا عشان بس ولادنا ما ينسوش صف الثاني الاعدادي احنا واقفين عند فعل المدارع خدنا الامر وخدنا الايه؟ الماضي وخدنا حالتهم وباستفادة هنوقف بقى الفعل المدارع وقول لولادنا كده وقفوا معايا الفعل المدارع وتذكرونا بيها انا والاستاذ علاء بس واحدة بنوقف نقول ايه بقى استمروا معانا لان برضو معانا حلقة مهمة في النحو بس دلوقتي للصف الثالث الاعدادي هنخرج نفاصل ونرجع للصف الثالث الاعدادي ان شاء الله